بسم الله الرحمن الرحيم المسألة السادسة في مسائل الماء الطهور مع النجاسة الشك في نجاسة الماء وطهرته هناك قاعدة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك فنبني على اليقين واليقين هو ما لا شك فيه فإذا شك الإنسان في نجاسة الماء وكان المتيقن لديه أن الماء طهور فإنه يبني على يقينه فاليقين أن الماء طهور لأنه شك في النجاسة وتيقن الطهورية فنبني على اليقين أن الماء طهور مثال لو كان عندك ماء طهور وأنت متيقن متيقن أن هذا الماء طهور لا تعلم أنه تنجس ثم وجدت فيه أمرا أو شيئا أو روثة لا تدري هل هي نجسة أم ليست نجسة هل هي روثة حمار فتكون نجسة أو روثة بعير فلا تكون نجسة الماء تغير من هذه الروثة فحصل في عندك شك هل هذه الروثة نجسة أم هي غير نجسة فهنا قاعدة اليقين اليقين أن الماء طهور والذي طرع هو مشكوكم فيه هل هو نجس أم ليس بنجس فتبني على اليقين أن الماء طهور فتتطهر به ولا حرج في ذلك ثانيا لو شك في الطهارة لو كان عنده ماء نجس ويعلم نجسته إذن شك هل تطه البثال الأول شك في النجاسة ومتيقبل عنده أن الماء طهور الآن العكس لو شك هل الماء أصبح طهورا يعلم أنه نجس لكن شك هل تغير هذا الماء فأصبح طهورا نقول الأصل البناء على اليقين واليقين أن الماء نجس فلا يستعمله استدلوا على ذلك على هذه القاعدة بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فقال صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني أن الأصل اليقين فلا يذهب بشيء أشكل عليه أو شك فيه لا يأخذ الحكم إنما الحكم هو لي اليقين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة إلا أن يجد يسمع صوتا أو يشم رائحة وبالتالي يتيقن أنه قد انتقض وضوءه إذن عندنا صورتين صورة الأصل أن الماء عندنا الطهور لكن شكينا في أنه تنجس فنقول الماء على الأصل على اليقين أنه طهور والصورة الثانية أن الماء نجس تيقن أنه نجس لكن شكينا هل تطهار وتغير أم لم يتغير فنبني أيضا على اليقين فنقول الأصل بقاء نجاسة الماء فلا يجوز استعماله المسألة السابعة إذا اشتبه ماء طهور بنجس فما الحكم الحكم يحرم استعماله ماء يعني إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس يحرم أن نستعمل الأثنين لماذا قال لي أن اجتناب النجاسة أمر واجب محتم ولا يتم اتباع الواجب لا يتم إلا باجتناب الأمرين لأنه يمكن أن تقع في الماء النجس اشتبه عليك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه قاعدة أصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فبالتالي عندنا ماء في إناء وماء في إناء هذا أحدهم متأكدين أنه نجس والآخر طهور لكن اشتبه علينا فنترك الاثنين معا لأنه فيه احتمال أن تقع فيه الماء النجس وتغتسل أو تتوضب الماء النجس وبالتالي لا تتم طهارتك إلا أن تجتنب الاثنين معا وتنتقل إلى التيمم استدلوا على ذلك بقوله بقوله أنت أنت لقد قتلت أو لما وقع في الماء غرق في الماء فبالتالي أصبح بغرقه ميت فبالتالي تتوقف عن هذا الأمر وتتركه كذلك قال إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله هل هو كلبك المعلم ليهو مباح لك أن تصيد به أو الكلب الآخر الذي لا يباح أن تصيد به فبالتالي تتركه فأمر صلى الله عليه وسلم باجتنابه لأنه لا يدري أهو من حلال أم هو من حرام وإذا اشتبه الحلال بالحرام ترك الأمران حتى لا يقع في الحرام مسألة تتعلق بهذا بهذه المسألة هل يشترط للتيمم إذا أراد التيمم عنده ماء طهور وماء نجس واشتبه عليه فتركه ماء هل يشترط حتى يتيمم ويصلي دخل وقت الصلاة ويريد أن يصلي فهل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما الماء أين قولان في المذهب الحنبلي قول أول لا يشترط وإنما مجرد أنه شك في الماء أنه هذا أين إياهما الطهور وإياهما النجس فإنه يتركهما ويذهب إلى ويذهب إلى التيمم ويتيمم ويتيمم والقول الثاني قيل أنه يشترط إراقتهما أو خلطهما قبل التيمم وهو قول في المذهب وقالوا لأنه لا يمكن أن يتيمم حتى يتأكد أنه لا يوجد عنده ماء طهورا يمكن أن يتطهر به لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمم فهو عندهم وجود الماء فإذا خلطه أو أراقهما تأكد أنه لا وجود للماء الطهور عنده وعلى كل حال المسألة فيها سعى والراجح والله أعلم أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإنما إذا شك في الماء أين ذهب إلى التيمم مباشرة وتيمم فكأنه عادم للماء في الأصل المسألة الثامنة الحكم إذا اشتبه الماء الطهور بالماء الطاهر المسألة الأولى اشتبه ماء الطهور بماء نجس وقلنا يتركهما ويتيمم أما المسألة هذه فهو الحكم إذا اشتبه الماء الطهور بالماء الطاهر الماء الطاهر الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر فسلبته خاصية التطهير وسبق هذا معنى في الماء الطهور إذا تغير بشيء طاهر وذكرنا عدة مسائل لهذا الماء الطاهر يقول الحكم أنه يتوضى منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني يغسل الكفين من هذا ويغسل الكفين من هذا ويغسل الوجه من هذا مرة ويغسل الوجه من هذا مرة وهكذا حتى ينهي طهوره وهذا هو الأولى والله أعلم وأحكم